تلقى حضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زيدا لرئيسة مجلس النواب بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعربت فيها عن خالص التقدير والاعتزاز على تفضل جلالة الملك المفدى بتشريف مجلسي الشورى والنواب بافتتاح دور الانعقاد مشيرة الى ان كلمات جلالة الملك المفدى الكريمة وتوجيهات جلالته السامية مشاعلا نستضيء بها على طريق الخير من اجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالته في خدمة الوطن والمواطنين بما يحقق لمملكتنا العزيزة العزة والمجد بقيادة جلالة الملك المفدى واشارت معالي رئيسة مجلس النواب لان دعم ومساندة جلالة الملك المفدى الدائمة لمجلس النواب النابع من ايمان جلالته العميق بمبادئ واسس الديمقراطية سوف يشد من ازرنا ويقوي من عزيمتنا حتى نكون اهلا لهذه المسئولية امام الله وشعب المملكة الوفي اشتركوا في القناة